اهلا بيكو في حلقة جديدة مع عارو كابتن اوكا وزي ما احنا لسه مكملين لتمارين العملي ونهاردة معنا حلقة جديدة لتمارين البط وهي السيت اوب يلا بنا نبدأ نهاردة معنا حلقة جديدة لتمارين جديد وهو السيت اوب حلقة اللي فاتت اتكلمنا عن الكرنش وقلنا بيشتغل ازاي وقل كل تمارين الاداء ازاي تقدر تلعبه وبيعتمد عليه زي ما قلنا انه بيشتغل على الربتش ابنومنال وهي من اول فوق لحد تحت وبيشتغل على التلتين اللي فوق كحد ارس او الحملة بتتير اوي فوق وحمله قليل تحت نهاردة الحلقة هنتكلم عن السيت اوب وبرده بتعتمد على الربتش ابنومنال بس كاملة تمرين ده بيشتغل على عضلات البطن كاملة من فوق كتا هنتكلم ازاي دولتين عن ازاي نعمله وفي اخر الحلقة هنتكلم الفرق ما بينه وما بين الكرنش ايه عشان ما نطول اشيالا نبدأ ونشوف نشتغل ازاي زي ما انا نايم اكين هلعب كرنش بالزبط بس الكرنش كنت بحط ايدي جنب راسي هنا في الستف مش شرطة احطها هنا انا ممكن افرد ايدي هنا او احطها هنا او اشيل ويت زي ما انا هو بس اهم حاجة هنا ان انا اطلع طلعة كاملة ازاي زي ما انا هو طلعت طلعة كاملة زلت تاني طلعة كاملة زلت هناك في الكرنش كنا بنقول ان انا بطلع بحد هنا بس ان ما ينفعش داي سيب الارض ان كله بيسيب الارض وبطلع طلعة كاملة تاني انا بطلع طلعة كاملة جسمي برضه او ضهري فيه اتب مش فارد يعني ببعا مش كده ما بطلعش فارد جسمي ومتاني شنجل مفيش كده لازم يبقى فيه جزء تانية زي ما انا هو تاني ضهري وطلع طلعة كاملة تاني ضهري بص على ضهري مقتب ازاي مقاوس مش مفروض كده ما ينفعش افرده كده ما ينفعش في تمرين بطني ان انا بقى فارد ضهر وعمله يبقى زي ما انا هو رجلي كاملة طيب اهو فور فايف ينفع ازنق رجلية في حاجة اواشبك رجلية في حاجة لا ما بقاش سيت اوب كده انت اول ما زنقت رجلك ما بقاش شغال بطن غير بنسبة قليلة جدا 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 وساعدة تمرين كرانش افضل منه لالعب كرانش احسن هنا لازم انا اللي شد عضلات بطني عشان ضهر ما تطلعش هتلاقي نفسي بتعمل كده في الاول لأ شدي جسمك شدي رجلات جامد 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 شدي عضلات بطنك لسه اه 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 بقى اسهل فلازم انت تشدي عضلات بطنك وتشدي رجليك ان تثبت رجلك وما حدش يقف على رجلك ما تدبش واحد صاحب تقف على رجلك ما تروحش تشبكها في حاجة وتقولي لأ عشان اسهلوا نفسي يبقى ما تلعبش سيت اوب العب كرانش احسن عشان ما طولش نروح لبعضك دينا للشكل التاني عن طريق البنج هنلعب عليه سيت اوب هلعب عليه حجتين او مستويين مستوى الاولاني لو انا ما عرفت اش هلعب على الارض طلع كاملة هعمل ايه هاجع على البنج هنا واخليه مستوي بقى زيه مستوى الارض بس ساعتها انا بشبك رجليه هنا فبقى اسهل شوية بس ما توقفش حد على رجلك هنا لما بعمله لسه بيبتدي فبدل ما عقده من التامريين ممكن اخليه يبتدي اول على البنج ازاي احط الرجلية اللي اتنين هنا اوه خلاص بقى سهل جدا وطلعت الطلعة كاملة رجعت تاني طلعت طلعة كاملة رجعت تاني بقى سهل طب ايه فايدة الجهاز ده بقى لو انا عاوز اصعب هبتدي اعمل حاجة في اخلي الجهاز هنزل له تحته خالص فساعتها بقى اصعب فلازم ساعتها رجلة تثبت لان انت بقيت تحت مصال ارض بقيت نزل لتحت اهو فهشوف هطلع طلع كاملة ازاي طلع كاملة نزلت تاني طلع كاملة برضو مقتب بعدش فرد ظهر وكده اهو فور فايف عشرة اللي عشرة تبلعبتي دوت يا كابتن وعملت عشرين عدة تسعين عدة وسهل علي اوه عاوزت صعب ايه وزن هبتدي امسك وزن زي ما انا اهو برضو بطلع مشفار الظهري ما مطلعش كده اهو زي ما انا اهو شري فور عاوزت صعب هحضن وزنوه على جسمي عشان زنقتو على جسمي انفتقلني لكن هنا لما فردت دراعي تتفي بقى شايل وزن كتير بقى كتفي شايل وزن كتير لكن لما بحط الوزن على صدري بيبقى ضف وزن على جسمي ولغيب كتفي من الحمل بدأ ما تتفارد دراعي يبتدى وكتفي شايل معايا حمل كتير لا بيتشايله هنا طبعا الاوزان مش مفضلة خالص في البطن غير لو بقى التمرين سهلة اوه عليكم قصة تصعبه يعني انت بعمل خمستاشر عشرين عدة وسهلة وعملت كل الاشتائيل ودينازيز خلاص احط شوية رزستنس علينا مش نصيحة تبدأ بربعين خمسين تيلو واحدة واحدة ما تستعجلش كده يبقى خلصنا كل الاشتائيل العملي للسيطوب ايه الفرق ما بين السيطوب والكرنش السيطوب بيشغل عضلات البطن اكتر من الكرنش يعني بيشغل الجزء القبر واللور الاتنين مع بعض اكتر من الكرنش لان الكرنش بيشتغل اللي فوق وقلي القوي اللي تحت طب ده كده احلى السيطوب لا مش احلى لسه ازول السيطوب بيشغل مع عضلات مساعدة بتير الكرنش لا السيطوب بيحمل على رجل وبيحمل على اللور باك قطانيا طب معنى كامل انا قلتها دي ايه يعني الكرنش ينفع تلعبه ومش فارق قبل اللي ده كانت تمرينة ايه او انت النهارده عمدر تمرينة ايه يعني ممكن تكون عمدر تمرينة كرنش وخلصت كرنش ولعبت الكرنش عادي لان ما بيشغلش معي اللي وارباك لكن السيطوب تفرق معي لان اللي وارباك بتشتغل معي عشان بطلع بديسمه كله فاللوارباك بتشتغل فما ينفعش تكون لعب ديجليفت او كرنش شغل تلاتين اربعين كيلو او انا لسه بجنر وخلص كرنش واخش لعب بعدها سيطوب لا لان اللي وارباك بتشتغل معي وتبقى مجهدة اللي وارباك هي الهات موتك وانت بطنة لسه مش حاسة بحاجة لكن الكرنش ينفع لعبه مع اي حاجة الكرنش بيعزل البطن بيحمل على البطن اكتر من السيطوب السيطوب بيشتغل معي جروب مصل اكتر فالتنين ممتازين مفيش واحد بيغني عن التاني لكن الكرنش تلعبه في اي وقت في اي يوم السيطوب لازم تخلي بالك ان انت بتبقىش عامل لودة على اللي وارباك او مش في نفس اليوم اللي لعب في اللي وارباك او رجلي او لعب رجله بالزاد فري ويت باحمال عالي او بتلعب بار بوزن عالي تلعب بالك ان الكرنش تلعب بالنسبة كبيرة او او انت بتلعب سيطوب ممكن توجعك او ممكن تتشد عليك او ممكن تتصاغ ودي اسوأ حادة لا قدر الله يبقى اهما كده عارفنا النهاردة حلقة اللي فاتت تتكلمنا عن الكرنش وقلنا ايه الفرق ما بين الكرنش وكده يبقى خلصنا حلقة النهاردة ولسه معنا حلقات تانية بثيرة هنتكلم فيها برضو عن العمل والعضلات وكل الشرحات بتاعتنا اكيد لو عاربتك حلقة النهاردة مش تستخدم تعمل الحلقة لايك لو مش مشتري في القناة شيرك الاول تفعل زر داشت بقية الحلقات واكيد مش تستخدم في اصحابه وتعمل لهم شير عشان مش بالحقق همه كمان فعندك اي سؤال ايه تبصر سيبليه في الكومنتيات هرد عليها على قد ما اقدرت انا معكم